مساء الخير هو لو عدنا أصلا إلى الأيام الأولى يعني حتى منشأة فوردوء النووية لم تعلم عنها إيران وكان هذا أصل المشكلة بينها وبين المجتمع الدولي يوم ذاك وقف الرئيس السابق باراك أوباما وقال أن إيران تبني مفاعلا سريا هذه السرية هي أصل المشكلة وهي تشي بأن إيران ترغب في صناعة قملة نووية لا ترغب في إقامة برنامج نووي سلمي تحت عيون وإشراف وكالة الطاقة الذرية النووية وتحت إشراف المجتمع الدولي طبعا بالمناسبة الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أمس أن إيران مستعدة لتصدير مليونين وثلاثمائة ألف برميل من النفط يوميا وهذا يشي أن إيران ليست في وارد الانتقال إلى الطاقة النووية بل هي ما تزال تزيد من إنتاجها في النفط والغاز هل تعتقد أن هناك جناحين يعملان باتجاهين مختلفين في داخل الإدارة الإيرانية مقابل فترة الانتقالية الأمريكية حاليا؟ لا أعتقد أنه كان في إيران جناحان ولا أعتقد أنه لم يكن هناك أبدا في إيران هناك المرشد والحرس ثوري والباقي باعتقادي أنهم يتبعون لما يقوله المرشد والحرس ثوري أعتقد أنها خطة واضحة تهدف إلى بناء قملة نووية كل ما عدا ذلك هو من باب المناورة طبعا الاتفاقية النووية مع المجتمع الدولي كشفت أجزاء كبيرة مما كانت تقوم به إيران في فوردو وغير فوردو الآن إيران تسعى إلى إنشاء أمكنة سرية للمضي في صناعة القملة النووية هل مجيء بايدن في الولايات المتحدة هو الذي دفعها شجعها على ذلك أكثر أو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي 2015 يعني ترامب أو بايدن؟ طبعا نحن نتكهن ولكن إن كان يمكن لي أن أتكهن فأنا أقول أن إيران لم تتوقف حتى عندما وقعت الاتفاقية النووية مع أوباما وكشفت هذه المفاعل للوكالة الطاقة الذرية والمجتمع الدولي أعتقد أنه كان ذاك اليوم أيضا الذي كانت تحفر به أنفاقا سرية طبعا هذه الأنفاق لا يمكن أن تحفرها بين فترة انتخاب بايدن بدلا من ترامب واليوم هذه الأنفاق تحتاج إلى تخطيط وتحتاج إلى سنوات وأشهر طويلة أعتقد أن هذا المشروع الإيراني هو مستمر منذ اليوم الأول حتى اليوم أما الباقي فهو سياسة شكرا جزيلا لك على هذه القراءة الباحث السياسي حسين عبدالحسين من واشنطن تحياتي إليك شكرا جزيلا لك